السنكوح قلقان جدا من حملة الطمر انت مش لوحد تعبان قوي ده لو حاكم قوي وعارف نفسه ما يعملش كده ما يعملش كده اول الله ما تعملش كده انسى بقى يام السنكحة بص عمل ايه بلاغ ضد معتز محمد ناصر وحجي لتحريدهم على الدولة طبعا انا لا يمكن هقول اسم المحامي الجعار السنكوح التاني اللي قاعد بس يتقدم ببلاغات عشان يشتهر خلاص اوكي قلنا الخبر عسان كوح لكن الحقيقة الموضوع ده يقولك ان انت قدام نظام هش جدا انت قدام نظام ضعيف جدا السيسي كان لازم يتضرب على ان هو هيواجه ناس تحبه وناس تكرهه لكن لانه سنكوح او لانه جعر مش واحد عالقصة دي فاي حد يبقى على رأي واحد صاحبي يعني قالك لو طلعت لقدر الله يعني سبت كاس خمرة على الهوا هيطلع اقولك الاخوان بشاب خمرة وهو قاصد ده قاصد يزرع ده جواك انت مسافة تبعدك عن الناس ايه يقولك ده بتاع مش عارف ايه ده اخوان ده يا اخي الله يخليك اخوان ايه يا اخي اخوان ايه بس وده مش على فكرة ده مش يعني ده شرف لا ادعي يعني انا عمري ما كنت في حياتي ادبع تنظيم انا رفقت السيد الاستاذ العظيم المحترم ابراهيم شكري كنت عيل في عددية ولكن ما انضمتش لحزب العمل وبرضو كنت مع الاساس مصطفى كامل مراد اللي هو كان زعيم حزب الاحرار اللي ادى البدلة بتاعته للسادات لما سات رجع الجيش وبرضو ما دخلتش حزب الاحرار ولا عدو انقابة اصلا وانا خريك في نون جميل اهو عمري ما انضمت تحت لواء كان يا اوه كده